احتضنت مملكة البحرين حفلة خريج الفوج الثاني عشر من طلبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدارسين بجامعة الخليج العربي برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي وبحضور عدد من السفراء الخليجيين لدى المملكة وعدد من المسؤولين التربويين الخليجيين وكبار مسؤولية الجامعة وعليا امور الطلبة الخليجين وفي كلمته خلال الحفل هن سعادة الوزير الخليجين وولياء امورهم معربا عن عظيم شكره وتقديره لرئيس الجامعة ورئيس وعضاء مجلس الامنة ولجميع منتسبية الهيئتين الاكاديمية والادارية لما يبدونونه من جهود في تسبيل بل في سبيل تحقيق هذا الصرح التعليمي العريق لرسالته واهدافه النبيلة مشيدا بما حققه بل حققته الجامعة من انجازات مشرفة خلال الفترة الماضية واكد الوزير ان جامعة الخليج العربي قد اصبحت اليوم بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة في دولنا الشقيقة تجسد في اوضح صورة واقوى دليل وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية معربان عن اعتزاز مملكة البحرين باحتضان هذه المؤسسة التعليمية الخليجية على اراضيها وانها لن تدخر جهدا في دعم كل ما من شانه الارتقاه بهذا الصرح التعليمي المتميز وضاف الوزير ان مملكة البحرين ماضية في دعمها لاستكمال انشاء مدينة الملك عبدالله الطبية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وستقام في مملكة البحرين على ارض تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله تجسيدا للعلاقات الاخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودعما لجامعة الخليج العربي ومشاريعها التطويرية من جانبه القاد دكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج كلمة عبر فيها عن اعتزاز الجامعة بتخريج فوج جديد من طلبتها الخريجين البالغ عددهم 466 خريجا وخريجة من ابناء دول مجلس التعاون من برنامج دكتور في الطب ومختلف البرامج الماجسيري والدكتورة ودبلوم الدراسات العليا للعامين الدراسيين الماضيين والجاري منهم 280 خريجا وخريجا من كلية الطب والعلوم الطبية و186 من مختلف برامج الدراسات العليا وأكد العوهلي أن الجامعة أصبحت اليوم ذات سمعة علمية وأكاديمية عالية وحققت العديد من الإنجازات المشرفة بفضل ما تحظى به من رعاية كريمة من قادة دول مجلس التعاون ومنها تصنفها من ضمن أفضل عشر جامعات على مستوى الخليج العربي فضلا عن اعتماد برنامج بكل الريوس الطب من المجلس الطبي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بدورها القطالب محمود العم كلمة طلبة الخريجين عبر فيها عن فرحة المشاعر وحظ ثمار التعب والاجتهاد مؤكدا أن يوم التخرج لن يكون آخر محطة في درب النجاح وتنمية الخبرات لتحقيق المجد لوطن الخليج الأكبر ثم قام الوزير بتوزيع شهادات التخرج على عدد من الطلب الخريجين بمن فيهم جميع الحاصلين على درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ثم استكمل رئيس الجامعة تكريم بقية الخريجين اشتركوا في القناة